السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يربي تكونون بأحسن حال يا هلو غلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعدنا لكم بعد انقطاع ونأسف لذلك وإن شاء الله بإذن الله أننا مستمرين معكم في القصص وما نطول عليكم نبدأ بسرد القصة وتقول صاحبة القصة يا هلو والله أنا اسمي موضي وحدة من طلعت على هذا الدنيا والناس تقول عني شينة طبعا أنا أقصد بالناس أمي أبوي أخواني أخواتي جيراني المقربين مني المحيطين مني كلهم هلو بالشينة الشينة جات الشينة راحت وينها الشينة ويقومت الشينة وماذا فعلت موض الشينة فينها ما جات اليوم ما شفناها لدرجة والله يا جماعة إنهم كانوا يشبهوني يعني أي شيء يشبهونه يعني فيهم موحلو قالوا زي خشة موضي زي سنون موضي دبا زي موضي والله شعره كشة زي موضي كل وصف شين يطري على بالكم ولا ما يطري حطوا فيني فخلاص يعني من كثر ما كل الناس يقولون عني هذا الكلام إن أنا شينة 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 والله العظيم تغذى عقلي الباطني بهذا الشيء صار عندي مرة ما تفرق معاي تبلد بالإحساس بالعكس يعني صرت أثبت كلامهم هل من أكل هل من مزيد أكل أكل وألقم في هالأكل وأبدا ما أطالع في نفسي ولا أحب حتى أشوف نفسي في المراية ولا عمري فكرت أني ألتفت لنفسي خلاص يعني لبست الثوب اللي هم فصلوني إياه كل اللي حولي فعلا اقتنات وتصالحت مع نفسي فعلا أنا واحدة شينة وماني حلوة وما عاد عندي أي تقدير لذاتي لا بشكلي لا بسلوبي لا بكلامي ولا شيء فكانت حالتنا المادية لكم عليها وأنا كنت ساكنة بقرية من قرى الرياض يعني تقريبا تبعد عن الرياض 150 كيلو أو من هذا القبيل المهم من قريتنا جدا بسيطة العوائل كلهم ناس على قد حالهم بسطاء جدا مرت الأيام والسنين وكنت أدرس ومرة أنا دافورة ممتازة بالدراسة خلصت الابتدائية والمتوسط والثنوي وأنا على حالي ووضعي ما تغير شيء أبدا فعوضا عن هذا كله يعني تخيلوا البيئة اللي أنا فيها أساسا كلها إحباط ما فيها أي تشجيع يعني الله المستعان المهم أني اضطريت أني أدرس الكلية بقرية ثانية بعيدة مو عندنا بنفس القرية لأن القرية اللي حنا فيها ما كان فيها كلية فكنت أروح مسافة طويلة روحة ورجعة وما ذلك يعني ما كونت صداقات أبدا إلا صديقة واحدة بس ويمكن هذا الشيء بسبب يعني عدم ثقتي بنفسي وعدم تقديري لذاتي فهذا الشيء خل عندي زي الانطواء على النفس والعزلة والتواصل الاجتماعي فمرة كان معدوم عندي التواصل الاجتماعي الناس اللي حول يحس كلهم مو متقبليني فخلاص أنا كذا يعني صرت أنبض ذاتي أنبض نفسي ما عرف يعني كيف حتى أكون صداقات درست الكلية الحمد لله تخرجت وزمان كانت الوحدة لما تتخرج التعين على طول يجيها مباشرة تتعين الوحدة مدرسة في نفس القرية لذلك نقول الحمد لله أن تم تعيني مدرسة في أحد المدارس في قريتنا يعني حتى في المدرسة تخيل وما كان لهذاك القبول لا من المديرة ولا من المدرسات ولا زميلات في العمل كلهم يتعاملون معي يعني بعدم تقدير ما حداري عني ما حد يناظرني أصلا ولا لي أي قيمة تذكر فانعكس هذا الشيء على مستوى الطالبات صاروا حتى هم زيهم ما لي أي قيمة عند الطالبات ولا لي أي قيمة مسموعة وكنت أتعرضت كثيرا للتنمر المهم لين يوم من الأيام جاني أبوي قال لي تعالي قل بتكلم معك كنت تسمي وأمرني قال اسمعي يا موضي أنت الآن كبرتي ويعني لكم أن تتخيروا أيامها لما جاي يكلمني عمري وقتها بس 21 سنة قال لي ما عليه شيء يا موضي أنت الآن كبرتي ومشاء الله يعني عن نستي وأخواتي كلهم تزوجوا في عمر 16 و 15 سنة إلا أنت عن نستي صرت 21 سنة وما حتدق باب بيتنا لك بلاهن خواتك مزايين ولا أنت من يومك شينة ما حتدق الباب عندي وأنا أبوك لكن أبأقول لك شيء أنا عندي مديونية لأبو صالح وأبثرني ما غيري طالبني بنينة طبعا أبو صالح هذا شايب بقريتنا عنده بقالة والبقالة أبوي مدين منها ويسوف يعني ما يسدد على طول السنين قال ما رأيك تزوجين أبو صالح منها أنا سد الديوني اللي علي ومنها أنت يعني تعرسين تجي بالك ولد ولا أثنين وبالي يعني أقول يا ربي لذي الدرجة يعني أنا عنست لهذه الدرجة أنا خلاص يعني حظي ماشي يعني لهذه الدرجة آخرتي الزوج ذا الشايب وأنا بطبيعة بنت ما أرد لأبوي ولا لأمي أي طلب أنا بنت بارة جدا بأبوي وبأمي قلت له مباشرة سمي وبخلاص اللي تامر فيه أبشر والله ورح أبوي وعرضني على أبو صالح قال عندي بنت وكذا وكذا وإن كانك تبيها زوجة فبشربها يعني لكن أبقول لك من الحين تراه مو هذاك الزوج لكنها حرمة وبتعجبك بالبيت وسنعة وأخلاقها يعني تشهد لها وتراها صغيرة بالسن بالنسبة لك طبعا الشاي بوافق ما أصدق على الله من مين بيأخذني محد بيأخذني يعني بيأخذني كذا بكل برود مقابل بس تسديد ديون أبوي مع العلم والله العظيم يعني رات بيأستلمة من هنا وأحط بيد أبوي من هنا كله تخيلوا عمري في حياتي ما فكرت أني أقول لأبوي أبشتري لي شيء ولا أحتاج شيء أبدا ما حياتي يعني فكرت مجرد تفكير أني أخذ مرات بريال واحد أني خلاص منت وظفت وأنا على هذا الحال وأساسا أنا محتاج شيء أبدا لأننا ما في في القرية عندنا أسواق ولا أطلع بر القرية ولا عمري رحت يعني لأسواق الرياض ولا شيء أبدا بالفعل والله تزوجت أبو صالح بعد أسبوعين من كلام أبوي معاي وعشت معاه يعني ما عشت معاه زي الناس الشايب كان شايف نفسه كثير علي كان يعاملني كأني بهيمة ما لي أي قيمة حتى يمكن أنه بعض البهايم لهم قيمة بس أنا لا فطفح الكيل فيني في يوم من الأيام كنا جالسين سمعني كلام كلام سم البدن كنت عاد أنا تب الصراحة قاليش قلت ترى أنا ما حبيتك قالوا الشو قلت ما حبيتك أنا ما حبك بس شايب استنكر الكلمة يعني أنا بس قلت لعن مشاعر إنه فعلا ما حبيتك قالي حب ما حب بجال والله واجينا للحبحبة والخرابيط والكلام الفاضي أقول قوم قومي بس قومي بسرعة أركبي قدامي والله عند أبوك يلا طبعا هو جت يعني من الله ما هو طايقني أبدا يدور علي الزلة والله وقوم واركب السيارة وارروح لبيت أبوي أول ما شاف أبوي رحاب وسهل حي الله أبو صالح تفضل أقلت أبد ما عاد الله أني أدخل بيتك عاد بس خذ بنتك أجل حب وما حب عند بنتك حب حب وكلام فاضي المهم بس قال ذلك كلمتين وراح ما شرح لأبوي ولا شيء ولا قال لأبوي ولا حاجة بس كده رمى هذه الكلمة أنه حب وما حب وراح طبعا أبوي زي شايب الاثنين نفس التفكير يعني بس أخذوا مفهوم كلمة حب ذاك الوقت عندما في ذا السوالف يعني هذه الكلمة بالذات عيب المهم زعل علي أبوي وما صار يكلمني شهور يعني حتى يعني سافهني والله العظيم جماعة حتى السلام ما يسلم علي كأني سوي الذنب عظيم لا يغتفر مرت شهور وكل أخواتي يعني اللي قبل تزوجه والبيت صار شغلة كثيرة على أمي يعني كثر الله خير أبوي كان جايب لها خدامة بهذاك الوقت ما كان فيه خدامات نادر جدا اللي عندهم خدم في قريتنا فاضطر أبوي لما أنا تزوجت يعني جاب لأمي خدامة لأنها ما تقدر يعني تخدم نفسها ولا أبوي ولا شيء فجاب خدامة عشان تخدمه فلما أنا تطلقت ورحت يعني عشت رجعت عند أبوي وأمي صار والله العظيم تخيل يا جماعة أنهم يحطون الغداء تحط لهم الخدامة يأكلون معاها في صحن واحد وأنا لا نابديني ما كأني موجودة بالأخص أبوي أبوي لدرجة إذا دخل البيت تنحنح أنه أنا تراجيت أنا ما بأشوف وجهك يلا يعني قلت الحمد لله تحمل يا بنت ما علي يمكن يلين يمكن بعدين يمكن تمر الأيام يمكن تهدى النفوس كنت أقول يمكن يمكن بس كل مرة كان يصدفني فيها يلعني سبني عائفني حايمة كبده مني مو طيقني أكسم بالله المكان اللي هو فيه ما يبغاني أقرب منه إذا شافني نجن جنونه وفلت علي بالكلام فأنا لما نشفتك إذا خلاص حزت بنفسي وخلاص والله انكسر خاطري مهما حاولت أرضي وراضي يرضى ولا حتى يتقبل أنه يتكلم معي كلمتين على بعض صرت يعني أحس أن برة في أني أنا أبعد وجهي عنه قلت خلاص ما دام أنه ما يبغاني خلاص والله صرت ما أوري وجهي أبدا من غرفتي للمطبخ من المطبخ للغرفة بس اللي كان نهون عليه في حياتي كلها هي أمي يعني على الأقل الأم يشوى تطلع منها كلمة حلوة تهون علي تواسيني تجبر بخاطري تجي السولف معاي ولا أخواني وأخوات يكسم بالله ما أعرفهم ولا يعرفوني أبدا صح يجون أخواتي يوم واحد بالأسبوع ودائما يجون يجلسون مع أمي وأبوي زي منتم عارفين أبوي ما يبغاني أجلس معهم أبدا رغم أنهم شايفين أبوي صاد عني وله فترة طويلة وكل ظلم على ولا شي ما في شي يستاهل أصلا تخيل ولا واحد منهم فيه الخير وقال يا يوبا ترى موضي ما قصدها تراها كذا كذا والله العظيم ما بدرت منهم أي مبادرة صلح بيني وبين أبوي فالمهم مرت الأيام وقدر الله سبحانه وتعالى علي أنه تتوفى أمي فانكسرت وقتها كسرة كبيرة وفقدتها فقد عظيم يعني هي اللي كانت تسأل عني هي الوحيدة اللي يهمها وجود بدي الحياة هي اللي كانت تحس أنه فيه وحدة اسمها موضي هنا عايشة معانا فصرت أنا وأبوي رأسنا برأس ذالبيت ذالخدامة كنت أداوم أجل من المدرسة يضيق صدري ما عندي أحد أصالف معاه وحيدة بين أربع جدران فامسك التليفون على أيام التليفون وكذا وأكلم صديقتي ذلك ما غيرها اللي عرفها الوحيدة من أيام الكلية كنت أكلم ما عندي غيرها والله العظيم أني ما كنت أخب التليفون ولا عندي بلا ومنذ السؤال في اللي تيجي ببالة أبوي وكنت أكلم في المقلط قدامهم يعني أي أحد يسمعني أي أحد يشوفني صالف صالفة عادية الإنسان يريد أن يصالف يريد أن يتكلم يريد أن أحد يسمع له فأبوي يوم شافني كذا قاعدة وماسك التليفون وأكلم قال لي بعد لازلتي على خرابيطك وخبالك طيب طيب والله أنا لأوريك وراح وشال التليفون قال هذا التليفون والله لو إنشبك ما ينشبك إلا ساعة واحدة بس في الظهر وأكون أنا موجود وسفر الخدام وخلاص يقول أنت شو عندي كصلا عادي اشتغني أنت بالبيت فصارت حياتي مزحومة بشكل فضيح حياتي كلها عطاء عطاء العيلتي أداوم أدرس الطالبات أرجع أسوي الغداء أنظف البيت أغسر الملاء ما أرتاح أضيض ضيوف أبوي أغسر الحوش أسوي العشاء غير أنه بالعصرية كان أخوي وزوجتي يجيبون عيالهم عندي عشان أمسكهم فكون أخوي اللي عايش كان جنبنا فعلى طول طول وقتهم أولاده عندنا عشان أنا أمسكهم أهتم فيهم أنا أمهم أبوهم والله العظيم يا أمهم أبوهم مو دارين عنهم وكل حياتهم مشاكل بمشاكل لزاية الطين بلا أن أخواتي بعد كم شهر يوم جاء وشافون أني أنا أدرس أولاد أخوي خاصة بعد ما قدر الله وتوفت زوجته وصرت أنا اللي أهتم فيهم أنا اللي ألبسهم أكلهم أشربهم أدرسهم صاروا حتى هم يرسلون أولادهم وبناتهم أدرسهم أحل واجباتهم أذاكر لهم أطبخ لهم وهكذا حياتي أفنيتها كلها إحسان لهذه العائلة اللي ما شفت منهم إلا الجحود ولا بحياتي شفت منهم كلمة طيبة أو سمعت منهم كلمة طيبة لما أقول لكم حياتي مسحوم تخيلوا لدرجة إن والله العظيم ما عندي وقت أفكر فيه بهمومي ولا بضيقة صدري ولا بكسرة نفسي أبد ماشي حياتي بس خدمة هذول العالم لين تجي علي مرة من المرات وكان وقتها أيام شتاء يعني تخيلوا شتاء شتاء بعز البرد وبيتنا كان مسلح يعني دور أرضي الدور الثاني كان فيه غرفة وحدة وهذه الغرفة هي كانت غرفة الغسيلة فالمهم هذا كل يوم سبحان الله تعرفون من الشتاء خلاص النوم بكثرة ما مداني صلي صلاة العشاء إلا نمت ما حسيت بنفسي أبدا ما صدقت أصلا إني أصلي العشاء وأنام والله حتى نمت على السجادة بعز نومي تخيلوا وأنا يعني في ليلة كانت هذه توقع أنها أبرد ليلة شتاء مرت علي وأنا في عز النوم كذا ولا أذكر أن أنا ما غسلت الثوب أخوي يعني تخيلوا قلت من كثرة التفكير قلت كذا مفجوعة يوم وأطلع أركض للسطح وأغسل الثوب بيدي والماء باردة باردة سقيع وظلام يعني كان على نور القمر وسبحانك يا رب بعدما خلصت وغسلت الثوب كذا أقوم وتوضى جاب قال أني أصلي لذيك الليلة ولا أنا ما راعت صلاة أقصد ومن هذه الأمور لا أصلي فرضي الخمس بس وبأوقاتها الحمد لله هذاك اليوم بالذات سبحان الله ما أعرف كيف جاء في بالي إحساس فضيع أني ودي بس أصلي ركعتين أنا أحتاجت نفسي لهذه الركعتين ولا أنا والله العظيم زي ما قلت لكم ما أعرف لقيام الليل ولا أعرف كم ركعة وكم عدد ركعة ما أعرف وثيابي كانت غرقان موية باردة برد فضيع وظلام وهذه الليلة صليتها فوق في الغرفة المهم لما انتهت من الصلاة جلست على السجادة وشي في نفسي ودي كذا أتكلم مع الله ودي أني أشكر ربي ودي أصالف مع ربي ما خليت شي في حياتي ما قلته لربي وقلت لكل شي وش أتمنى والله العظيم ما كان بيني وبين الله أي ترتيب دعوات كان كلامي عادي مخربط ما أعرف إيش أبغى أذكر أنه كان من ضمن الدعوات اللي قلتها يا رب يا رب زوجني واحد لو أنه يشبه الدلفين يا رب بس زوجني كنت أقول يا رب أنك ما تحرمني من هذا الشي وأنا للأمان يعني أكثر شي في حياتي كان غابني تدرون إيش أخواني وأخواتي يا إن حقرانهم لي كان يقهرني شي شي موتني قسم بالله ما كأني أختهم ولا كأني أعني لهم شي لا يسلمون علي لا يسولفون معاي ولا أمون عليهم لا يجون يوسعون صدري مستغليني بس استغلال فضيع بتدريس عيالهم ولا واحدة من أخواتي قسم بلقات لي تعالي عندي يا موضي وسعي صدرك أبا جيب قهوة تبت قهوة معاك مع ليش لزع لي نفسك ولا شي يعني شفتم أخوي هذا اللي أنا مكلفة في عيالي قسم بالله ولا مرة حاول أن يصلح بيني وبين أبوي وأخواتي نفس الشي والله بس يجون البيت يحطون عيالهم عندي يتزينون ويطلعون مع أزواجهم ما كأني أختهم يعني الله لا يقطع الرحمة من قلوبنا يا رب فأبوي على الأقل أني أنا متقبل أنه ذا أبوي والله لو يقطعني مسموح أجي أطيع بأي شي لكن خواتي الشي صعب صعب أخوي يعني بعدهم المهم مرت علي الأيام وراحة الشهور والسنين سبحان الله وأنا لاهية في حياتي مع ذي العيلة ومع ذي الشغل ما عندي وقت أصلا من كثرة الكرف لين يوم من الأيام وكان وقتها على الظهر كان أبوي زي ما قلت لكم يشبك التليفون بس ساعة في الظهر في المقلط يعني وهو ينام عنده إما أنه أحد يكلم أحد مدينة ولا أحد يحتاجة ولا أحد يسلم عليه يعني هذا وقته المهم هذا كل يوم رن التليفون فرديت أنا أثاريها بنت عمي بنت عمي هذه تشتغل خطابة بالرياء تتالوا السلام عليكم موضي أنت موضي قلت لأي أنا موضي قالت والله شوفي يا بنت الحلال الناس أكلوني أكل بالسانهم أنا ما سلمت منهم أنا كذا يقولون لي موضي موضي قلت خير وش فيه قالت أبد ما غير الناس يقولون لي خطبتي لكل خلق الله وكل نزوجتي لبنت عمك ذي لماذا لا تسعين لزواجها وليه وليه علميني أنت الحين أنت تبين الزواج ولا لا قلت لها أي عادي أنا زي أي بنت أكيد أني أتزوج قالت أجل شوفي في عندي واحد مطلق وعنده خمس أطفال وقامت عدت تحكيلي وتوصف لي كل ما قالت لي شي قلت إيه موافقة 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 وعنده أخوان وأخوات وتراه دوب وتراه أسمار كل شي كانت تقول لي يا أقول لها موافقة قالت تبيني قلت طب من يكلم كتبت يعني خلاص كلموا أبوي قالت تم قبل ما تسكر قلت لي اسمع يا موضي قلت سمي قالت أنا أبا عمولتي منك خمسة آلاف وفي هذا الوقت أصلا أنا راتبي كلي يمكن خمسة أو ستة قلت طيب طيب ما علي ما يخالف قالت خلاص تم خمسة آلاف قلت أبد أوكي تمام سكرت السماعة وراحت والله يعدي يومين ولا الرجال يتصل رديت يعني كانت أول أمة تكلم قالت لي موضي قلت إيه قلت حين أنا أبنكلم أبوك ولدي يبي يكلم وكذا وأنا يا الله من فضلك ما أنا مصدقة أروح لأبوي كان نايم بالمقلط وأصحي صوت شخيرة توقع الجيران يسمعونا سابع جار والله يروح أهز كذا قل يوبا يوبا قال طيب طيب المهم أخذ التلفون كذا أبوي يغفر لي يعني كان فيه طبع إذا تكلم يتكلم مع الناس يعني لكي لا يفهمونا لا يسمع ما يقول لا يعرف ما يقول كان بس يتكلم يقول كذا كل وقت يا ربي ما يفرحني ما يعلمني أنه فيه رجال جاء يخطبني ما يحطي يعطيني أي إشارة عشان سعيدة ما غير المهم بعد ما قفل قال ترى الرجال يأتي الأربعة ويأتي يشوفك وكذا إنجستي لا ترى يأخذك معه ونملك ويعقد عليك وتروحون للريال قلت وانا بين وبنفسي رخصي بس كذا قلت يلا ما علميهم هم شيء أطلع من ذلك البيت وفتك طبعا ما قال لي شيء أبوي ما أبدا ما أعطاني ولا أي حاجة بس قلت اللي تبغى يصير فالمهم الثالي اتفق مع الرجال أنه يأتي يشوفني بعد المكالمة هذه في خمسة أيام قال لي أبوي الأربعاء الجاي بيأتي فاحترت قلت والله العظيم ما للا أخواتي والله يخلف علي بس وأكلم أول واحدة فيهم قالوا السلام عليكم فلانا ترى واحد خطبني كذا وكذا وأعلمها باللي صار قالت لي إذا أبو صالح تركب ياخذ كذا يا بنت الحلال أبو صالح عايفك والله مو بناظر وجهك واحد ثاني لا تبس تغرين نفسك وتفرحينها وتتعملين كذا ما بغاك أبو صالح عشان يبغاك ذو الرجال وأقفل منها وأنا محبطة قلت بس يلا خلينا أدق علي أختي الثانية أدق عليها قالوا سلام فلانا كيفك تكفين تعالي في زعيلي خليك معا يرسليني أي شيء ألبس وترى أنا ما عندي لتنورتين ولوزتين بس أبدل بينهم للمدرسة ما عندي ولا شيء كرفتهم كرف ما عندي شيء يلبس يمكن أسافر أروح الرياض ما عندي ولا شيء كتقول بس ترى كما أخذ مقلب في نفسك تدرين أنه أنا واختي لو ندخل بتنورتك لكفتنا أنت من جدك يدب أنت تقارن نفسك فينا وبعدين ويشوف يعني ترى شاب صغير مو زيب وصالح والله العظيم ما يطالع في وجهك لا تفرحين بس ولا تشتهدين لبس أي بلو زي لبس عندك ترى كيف لبست حلو مو حلو يمكن حتى إذا شاب يهج قلت لها فأنت الحلال تكفين مو وقتك وكذا ومو وقت الكلام قلت أجل أبدا ما عندي لك ولا شي دبري عمرك أنت والله وأسكر منها وأنا خلاص محبطة محبطة أكثر من أول وأدور بس بغرفتي ما لقيت ما لقيت شي وارح كذا وأشوف اللفازلين كبير والله وأاخد وأدهم في راسي خلاص أبغش كشتي كذا تهبط شوي وأدهم رجليني ولبست هذهك الشراريب وخلاص يعني هذا أقصى أقصى اجتهادي في التزيين وشلست أفكر في كلام أخواتي يعني قالوا لي ما دام إن عنده أولاد وعند أم وخوات وكذا ترى والله ما يبغاك إلا خدام لا يعني لا تكلفين على نفسك والله العظيم إن هذه الكلمة جات بخاطري وفعلا خلاص صدقته وقته ما يبقون إلا خدام يعني شوفوا سبحان الله كيفين كلامهم أثر علي ترى الكلمة طيبة صدقة يعني إيش اللي يضرهم لو قالوا لي يعني كلمة حلوة خلاص وقتها أدركت فعلا من كلامهم إنه والله هذا الرجال ما يبغاني إلا خدام وإنه بس بيأخذني عشان أمه وأخوانه وأولاده وأفكر يارب ش ممكن يعجب فيني شكلي واجلس ما رح يعجب وش اللي بيعجب فيني يصلي هو ما يبغاني إلا خدام الأم وأخوانه والله واروح ديك البقالة حق أبو صالح واجيب كلوريكس وفلاش وأبدأ أدعك 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 بهذا البيت على الأقل يعني أقول في نفسي يشوفني نظيفة واجيب حيلي ولي وراء ذاني بتنظيف البيت وأدعك كل البيت من الباب لين أقصى البيت وأنظف أنظف قال لي شوف النظافة يقول بيه مرة سنعة دي شقردية وعارف أصلا ما عندنا خدامة ولا في إلا أنا بالبيت ورحت أنظف لكم كل هذا البيت إلا الملحق الملحق هذا سلامكم الله فيه أخوي ساكن وأخوي يعني واصل ريحت وصنان لين آخر الشارع وثياب وحوست وفراش أصلا ما عمري أصلا دخلت هذه الغرفة ولا عمري نظرت لها وتحسبوني دعاية قلت يا رب بني أقبل يا رب الله يكتب لا كنت ماشي سبحان الله على البركة وانتظر يوم الأربعة بس يجي وجاء يوم الأربعة واجهز القهوة والشاي والعلوم والدنيا وكل حاجة يعني وأطلع فوق أرى السيارة هل هذه السيارة فخمة ترد الروح رأيتها يا الله الجنة دقائق وليجي أخوي قال يلا يلا رجال جاي يشوفك وهو غير يفرق في أثنان بعد المسواك وأنا أمشي وراه طبعا أنا كنت لابسة من العصر كنت لابسة نورة المدرسة والمهم أمشي وراه أفكر هين أفكر أفكر في المجلس وطالع تخيلوا مديني الملحق يا الله أنا فركت البيت فرق دعك البيت دعك كله إلا ذا الملحق المهم أخذتها في نفسي ولما قربت دخلت على الملحق أنا بحياتي كلها تخيلوا ما قد شميت إلا صنان أخوي وابو صالح ما قد شميت يعني ريحة عطر رجالي حلو لديه نعود رجالي وكذا أبد لا لما قربت على الملحق إلا هذاك العطر اللي ريحت تأسر الروح وباني لما دخلت يعني كنت متخيلة الرجال زي ما قالوا يدوب وأسمر وكذا إلا لقي جالس بوسط الملحق مش ذيك الكشخة والشماغ والثوب والرزة يو سبحان الله العظيم أكسم بالله نسخة خالد عبد الرحمن طبق الأصل لا إله إلا الله نفس فارس أحلامي المهم رأيت وشفت وعندما انتهت الشوفاء الشرعية راح قال نرد منكم بعدين وتمر الأيام يوم بعد يوم يوم لين مرت عشرة أيام وأنا خلال هذه الأيام أصلا تخيل وكنت متوترة في قيل علي دل أيام ما كنت أعرف أصلي الليل لا أعرف شي عن قيام الليل والله العظيم حتى أني أرتب دعاء عشان أدعى الله فيما أعرف ما عندي يعني أنا يا جماعة إنسانة أقرأ القرآن بس والله العظيم للأمانة من رمضان لرمضان يعني حتى أليت أني قرأ زين يالله يالله أني أختم بس عسى الله أني أغفر لي وحتى ما أكمل يمكن عشر أجزاء وأروح ذاك اليوم يعني وأمسك القرآن يعني هذا أقصى ما عندي من اجتهادي في الطاعة قلت يا رب نيتني لو قرأت ذا القرآن بيرد الله يعني لي بيجيب الله يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وتقيلوا أنا اللي ما كنت أخذت من القرآن إلا من سنة لسنة والله سبحان الله إنها مرة ثلاث أيام بالضبط وأنا خاتمة فيها القرآن الكريم كاملا ويجي رابع يوم إلا يجينا اتصال على الظهر وأرد يطلع ذا الرجال وأروح وصحبو يوبا 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 الرجال الرجال قوم واجه أي رجال كنت الرجال اللي جاي يخطبني بالتليفون تعال كلموا المهم كلم أبوي عاد تعرفون زي ما قلت لكم أبوي ما غير وطالع كذا وقل ببالي بعد ببالي يعني تتوى تحرمي من السعادة خلاص يعني أنا خلاص السعادة وشفتها يوم جاذ الرجال الحركات هذه لماذا نفسي أفهم أقول ببالي طبعا وما ما قدرت تكل المهم قال له خلاص اسمع الأربعاء تأتي وتأتي معك المهر 50 ألف ونملك لك واسمع ما عندنا عشاء وما عشاء وذلك كلام الله تأخذ مرتك وتروح من نفسي اليوم زين زين ترى ما عندنا طلاق طيب طيب خلاص خلاص اتفقنا يلا مع السلام وانا اللي اقول في نفسي يلا ما يخالف يلا من البخل اللي فيكم عجزتم تحطوه للرجال حتى ربع 26 المهم جابوا يكلمني قال اسمع يا بنت ترى الرجال وافق عليك بشرك ويقول ها عساها وافقت كذا قلت ايش قلت لقى ليه خلاص يعني تم وافقت والمهر ترى خمسين الف ويعني تخيله خمسين الف مرة كويس هذاك الوقت اللي بعمري أربعين ولا ثلاثين حتى المطلقة يعني عادة يكون مهرها أقل يعني ما شاء الله حالته المادية واضح انها ميسورة والله واروح وادق ما بقي شيء يعني على الأربعين اتفق معاه خلاص وقلت لهم يا خواتي ترى بشركم الحمد لله وافق الرجال وخلاص عرسي بعد أربع أيام قالوا ان شاء الله بس انك ما تتطلقين بس وترجعين لنا قلت تكفوني يلا ساعدوني عاونوني جيبوا لي أي شيء ولا كل واحدة تقول ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي أبد لا يوجد أي فائدة أسكر منهم وأروح وأجمع لي كم قطعة ملبوسة وطلعت شنطة عندي حوسة من زمان مغبرة ونظفتها وغسلت عباية اللي من أيام الثنوي تروع قلب حتى لونها والله يا جماعة تحسبون اني هذا الأسبوع قاعدت أفكر من يجيني ولا كيف يصير الهناك ما فكرت أبدا يعني ذي الأم كيف وضعها بزارين وضعهم كيف أخوان أخوات المسؤوليات اللي بيجيني أبد ما فكرت في كل هذه الثلاث الأيام أو الأربع إلا يعني بس أخوي وأبوي بس كنت أفكر بس بعيال أخوي حتى أكثر شي كنت أقول مساكين من بيدرسهم من بيأكلهم من يلبسهم من يشربهم يروشهم أخوي أبوي من بيخدمهم كل تفكيري يعني الأكبر كان خصوصا أبوي من يأكل يشرب يطبخ لي انتبه له أخوات يعرفهم أنانيات مرة يعني العائلة هذه كلهم من بيتكفل فيهم أكسم بالله كان هذا أكبر هم وهاجس بالنسبة لي فكان هذا الشيء مضيق صدري لأن اليوم الثاني رحت للمدرسة وقلت للمديرة أني بغي وباخذ إجازة وترى بتزوج وكذا المهم جاء يوم الأربعة اليوم المنتظر ومن صحيت وأنا والله بس أفكر بأبوي ربي شي تعشها الليلة من بي سوي للعشاء أنا أعرف أن أبوي يحب القرصان وأقوم وروح والله سوي له هذه القرصان هذه الصينية وأجهزها وأحطها في الفرن وأتروش وأجهز وأكوي ثيابهم وجهزهم واجلس وانتظر وأنا طول هذه الأربعة لأيام أقول أخواتي اليوم بيجون لا يمكن بكرة بكرة اليوم بكرة يوم مع ذلك يعني كانوا يرسلون لي ترى عيالهم يجون أدرسهم قلت يلا كد أنهم بيجون على أقل يبار كلي بيجون يودعوني بيقولون لي مع السلامة على الأقل هذا أقصى شيء والله العظيم المهم هذا اليوم سبحان الله في الظهر لما انتهى دوام المدرسة وكذا عيال أخوي ما جو ففقدتهم مرة يعني رح تسأل أخوي وينهم وين العيالك وينهم ما جو كلي موجودين موجودين قل طب وينهم يعني خليني على قل أودعهم قال لا خلاص لنهمهم وديتهم عند واحدة من خواتي تخيلوا طب ما ودعتهم ما ما شفتهم تخيلوا ولا واحد منهم قل لي مع السلامة المهم جاء المغرب ما شفت منهم أحد حتى أبوي والله العظيم يعني كان أحساس سيئ يا الله يا ثقل على نفسي لكن الشكوى لله لما جاء المغرب جاء الرجال يعني أبوي جاء للمملك وتم عقد قراني وكل شيء وقعت الحمد الله تم الزواج فجاء أبوي بعدها اللي قال والله هذي 45 حقتي يعني خلاص أنت تروحين أنت ورات بك وكذا كتبت والله أنك مسموح خذها بس عساك راضي عني وبه وبنفس أقول زين زين أنك تعطيني هذه الخمسة خلينا على قل أعطيها بنت عمي الحرمة اللي جاء للمعرس أسود فيها حلقها المهم ولي شوية قال يا أبو يلا يلا الرجال ينتظرك بالسيارة حتى ليت قال مع السلامة ما قال مع السلامة ويروح والله ولا الرجال فعلا ينتظرني كان فتح باب السيارة قال تفضلي يا موضي ركبت السيارة وقفلها بقفل الباب قال لا يا موضي شوية شوية تسكر من حالها ما شاء الله وش هذه السيارة أتوقع هذه الأيام كان اسمها شبح وشي زي كذا المهم بعد ما ركبت بدأ يشغلي أغاني وأنا ماني بالتلفزيون ونادر جدا كنت أسمع حتى الأغاني الله يديك الأيام كم شغلي الأغاني ومستانس مرة وكان يسولف ويسألني عن حالي الرجال مهتم فيني مرة الرجل يعتبرني للأمانة إنسانة أول مرة كان إنسان ساعة ونص ساعتين أول ما دخلنا عن الرياض ويا الله يديك اللمبات والأنوار وش دزين حارتنا ما فيها للمبتين حق الشارع ويوم دخلت إلا الأنوار والبيوت والفلل والأشياء والله شي شي سعادة المهم قال لي هذا يموضي الرياض قلتوا هذا الرياض المهم لما مشينا مشينا وقف عنديك البواب الفخمة ويجي هذاك المصري أهلا يا باشا زيك بيت فضل يبي نور يفتح البوابة ونمشي قال لي يا موضي الحمد لله على السلام وصلنا وترى هذا بيتنا وهذا بيت أخوي سعد ها بيت سعد شوي شوي نمشي قال هذا بيت أخوي محمد ها بيت محمد شوي شوي لهذا بيت الوالد تخيل وطلع مجمع سكني فيريوم ساكنين ما شاء الله ناس مرتبين كلهم جنب بعض يعني شافني مستغربة كذا قال لي شفيك مستغربة أنا مقايل لكم وقايل أخواني معاي وكذا وحتى قال للخطابة هذا الشيء قتي يزينكم بس عندما وصلنا وقال هذا بيت الوالدة قال لي ما رأيك يا موضي تنزلي تسلمي على الوالدة وكذا كتبت وواجب سننزل نسلم عليها هذا الوالدة المهم نزلنا ولا تستقبل نذيك البنت ماشا الله تهبل ما الكشخة ما الحلاوة ما البشاشة في الوجه ما الشعر تخيلوا شعر كاريه أول مرة أشوف شعر شعر فضيع هذا الوقت كانت موضى مرة ذي القصة وأول مرة أشوفها ما لسانها الحلوة هل يا يا مرحب نورتي حياك الله وكانت لابست النورة حمرة وأنا تخيلوا طول عمري أفكر لون التنالير أسود هي أبدا كانت لابست النورة حمرة كذا وفتحة وهذاك الكعب وطق طق طبعا ومش ماذا النفسية الزينة وماذا النفسيات الحلوة وماذا الذي يرون وماذا كل واحد منهم ماذا بوزة شبرين يمنون عليه حتى بالسلام لا يقولون كيف حالك وماذا ما شاء الله تبارك الله أكلتنا أكل بالسانها الحلو والزين وكثم بالله أغرمت بأناقتها ما شاء الله لقوت إلا بالله وماذا الضيافة وماذا الدنيا والحركات المهم أنها راحت استعدنت مدري فالراحت وأنا التفيت له كده قلت يو ما شاء الله يا حلو أختك تجنن أجل وين الوالدة ما أشوفها قال الله يحفظ اكترا وموضي هذه الوالدة ها هذه الوالدة والله النينة اللي والدة بين وبالنفس يقول ذلك الكلام لا والله الورطة إذا ذي الوالدة ما شاء الله قلت بالله هذه الوالدة قال إيو والله هذه الوالدة جتني ذي النفاضة أنت فضر وحرارة ووجعني راسي ربي وقتها بس أنا أدركت أني أنا ماني أنثة وين وين الأنوثة أجل هذه مزوجي خالتي وهذه هيئتها كأني أنا وقسم بالله كأني أكبر منها بعشرين سنة يا ربي أنا كذا حياتي ليه يا ربي لماذا كلها تغيرت لما شافنا كذا من خبصة قال بسم الله عليك شفيك يا موضي والله العظيم أني داري الطريق تعبك والحين أنا جبتك للوالدة والله هني متفشل منك أعذريني بالله المهم جاء توم على كلامنا ذا كاتم عليش والله يا بنتي والله بسم الله عليك والله آسفة تعبناك يا موضي خلاص طب روحوا ليس اللي جاني هي طقتني الغيرة ولا ضيقة ولا هو يعني مسئولية إعادة الأنوثة في حياتي من جديد يا ربي يعني كيف كيف أعيد حساباتي أني أنا أنثى خصوصا لما نشفت يعني خالتي ومزوجي كذا مرة شي فضيع وزودل على ذا أن ابني الضمير أنه يفكرون أني أنا تعبان عشان الطريق والسفر المهم قال لي يلا إلى بيتنا لما جيت طالعة قربت مني وهمست لي قالت لي موضي حبيبتي ترى أنا كنت ناوي أحط لك استقبال بس عشان اليوم شكلك تعبان كذا ما رأيك أجل وشهر طبعا أنا ذكية فهمتي وليس قصدها أن أنا تعبان هي عرفة وش اللي عندي عرفة شافة وش اللي فيني وما ما شاء الله هذا الشي كان مرقيها بس ما قالت لي أن يبغى لك سنفران سنفركن سنفركن نشتغن لا والله أبد قلت أنا أجلها لك شهر يعني تعرفين عندك حمولة وكذا ولازم يجون بينه بالنفس يقول يا ربي للخالة أجل الحمولة البنات وش بنات الخال الأخوات وش يطلعون وش يجيني شي شي عظيم كتابة تسمي يا خالة اللي تبغين قاتج البكرة أنا أرسلك بنتي مشاعل إن شاء الله وتطلع هيا وياك السوق وتروحون تقضل لكم كم غرض أنا أعرف الله يا موضين ما مداك ترحنا ربشناك بمسألة الزواج كان سريع سريع ودري ما خلصتي ولا شي وانا ببال يقول يا ربي يا ربي يسلم عمري هذه الأدمية وينها وين ذلك البومات اللي كانوا عندي ما يجون يتعلمون شوية الزواج منها فعرفت وقت أنا هي اللي بتغير من حالي كتبت والله تحت أمريك خالة وبين وبين نفس يعني أنه سو اللي تبغون تكفون بس أني أتغير فلما رحنا لبيت أنا عرفت أن الأم يعني الحال والأخوان الحال وأنهم يعني كل واحد في بيت الحمد لله شوية شوية صغرت علي المسؤولية اللي أنا كنت شايلة همها لما دخلت البيت قلت والله الحين بيجين الأمر الصعب عياله ففاجأني قبل ما ندخل حين في السيارة قال اسمعي يا موضي أنا إنسان حازم وأحب النقاط عن الحروف مرة قبل ما ننزل البيت وطب رجلك هذا البيت أنا بسمعك وبقول لك ذا الكلام وحطي خطين تحت الكلام عيالي خط أحمر عيالي إيش قد خط أحمر قال ما لقد دخل فيهم لهم دورهم الأرض مستقل عندهم خداماتهم وأنا قل ها خدامات قال لي عندهم خداماتهم ثنتين ولهم حياتهم عندهم نفسهم نوم شرب مالك دخل فيهم أنت تنزل لهم بس بيفة وهم يطلعون فوق ضيوف وترى أنا حاط لهم حاط لهم غرفة تحت أنا 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 عندهم كل ظهر أقيل معاهم أولادي يجي يسولف معي يضايح ظني ينام على صدري حقهم يتكلم عنده مشاكل في المدرسة يتكلم معي عنده سوفهم في الواجبات وشي اللي يبغاني ألعب معاه واضح قلت أبد الله يجزاك خير واضح فالحمد لله راحة المهمة الصعبة اللي كنت من جد شاين يعني همها وهنا أدركت أنه فعلا ببدأ أشتغل على نفسي وإني يعني الغرض من زواجي أنه يبغاني زوجة فقط ما أخذني زي ما قالوا أخواتي خدام العيالة وإخوان واما الحمد لله صراحة كان في قمة الرجولة وقلت في نفسي والله ما أخي بظن أبدا المهمة دخلنا البيت وجلسني وناداهم عيالة ما شاء الله مؤدبين وذوق يعني مربيهم صح سلموا علي بوسوا راسي نورت يا خالك كيفك يا ماما من هذا الكلام قال لي أجلس شوي مع عيالة وانت اخرى فوق شوفي خدامتك اسأليها عن أي شيء تحتاجين قلت خدامتي قال ماذا خدامتك فوق ناداها تأخذ الشنطة أثاري لي الخدامة أنا الحالي وهم لهم خدامتين الخدامتين هؤلاء العيالة المهم أدخل غرفتي متفاجئ أول مرة أشوف فخامة السرير هذا الذي مدور وكنت قلت كيف يجبون السرير وأدخل الحمام وانت كرامة وانت الحمام لي كبرى قد بيتنا في القرية وفي بالي متى يأتي الصباح ويأتي مشاعر وتوقفني وتوديني السوق ارتاح أنا متفشلة حتى أفتح الشنطة أطلع الخلاقين المعاي ما معاي النورتين بس وبلوزتين يا ربي ما هذا الورطة يا ربي ما يدري ما يكشف حالي وأناظر كيف أسوي كيف أسوي ولا ألاقي مصلى بالغرفة قلت بس ما لإلا أني أسوي نفس أني أصلي الحم يأتي هون عند عيالة يأتي تعبان وينام خلاص وأقعد بعدين لنصباح وأروح مع مشاعر ونروح السوق وخلاص والله واروح أمسك لكم هذاك المصلى وأجلس أستغفر الله حتى مدري القبلة صح ولا غلط والله وأنا أكذب والله ولا أنا حول الصلاة وين الصلاة أمثل بس بس اللهم أني أصلي أبهرب بس من الموقف فشيلا قسم بالله متفشلة فلوم شفت كذا حياتهم شفت وضعهم ما هدلي وجه وابدأ أسوي نفسي راكع راكع وسوي نفسي أقرأ قرآن واركع وسجد ما دريت إلا هو دخل جاء السلام عليكم طبعا شافني أصلي ما شاء الله ما شاء الله دخل ونادى شغالة طبعا دخلت الأكل ولا شم لكم ذلك الروايح يوم تدوغ تدوغ ميت تجوع تخيله من غدايا الظهر لكن شا سوي الشكوى لله المهم اللي ما نعني شيء أكبر المهم راح وأسمع دخل دورة المياه وأسمع كأني أخذ شاور كده وأشم ريحة هذيك الشمبوات والنظافة الله يخلف على صنان أخوي وذكريات أبو صالح المهم أروح وكده أطل أشوف الصواني والأكل هو كان في الحمام وشد السنع وشد الطباخ على أعلى مستوى طبخ ما عمري قد شفت ويطلع أبو الشباب وأرجع أنا أسوي نفسي أصلي شغل التلفزيون قصر على صوت التلفزيون وجلس ينتظرني وحدت ربع ساعة نص ساعة ساعة لا حيات لمن تناد أختكم في الله تراكع ماني حول طبعا أنا أكذب والله العظيم ماني حول الصلاة بس أمثل أخرج من ذي الموقف المهم ما دريت فيه له جاي عندي جلس عندي قال لي يا موضي وأنا أسوي ونفسي أقرأت تحيات قال لي يا موضي يرحمي نفسك ما شاء الله عليك ما شاء الله يا ربي ما أفعل بحياتي يا ربي ما هو البر اللي أنا سويته ما هو العمل ما هو الخبيئة يا ربي أنك تجازيني بمثل هذه الزوجة ويجلس يبكي ويدعى الله ويحمد الله ويشكر علي أن أنا زوجة صالحة عابدة مصلية ذاكرة يقول يا رب لك الحمد على نعمك وفضلك وأنا اللي بلشت بعمري قلت خلاص يجي عندي يقول لي خلاص يا موضي خلاص خلاص يسد والله ارتاح الله جزاك خير الله شايف عملك بيض الله وجهك ما قصرتين مهم يوم سلمت مسك كده بيدي وأخذني كده وقعدني على الكرسي قال لي خلاص أنت قومي يقليلك كده لقمة أنت تعبتي من الطريق وتعبتي من السفر أنا شفتك عند أمي تعبانة والله ما يدري أن اللي جاني يعني حرمان من أكل أو شي لا والله هذي قد صدر على حالي وعلى نفسي قال لي يجلسي بحكيك عن نفسي شوي أنا بسولفلك عن حالي أنت طول الطريق ونت تسولفين عن نفسك أنا أسألك ونت تجاوبين الحين خلاص جاء دوري أنا أسولفلك عني فكان لابس هذيك البجاما الستان كده ومشاء الله ذاك الروب وقه ومرتب ونظيف وريحة الطيب شاب شاب وسيم قال شوفي يا بنت الناس أنا باختصر لك شخصيتي ترى شخصيتي كل من شافني من أصحابي اللي حوالي ربعي ما يوصفوني إلا بشخصية الدلفين أنا يوم قال هذه الكلمة تكهربت أنه ها دلفين قالي دلفين شخصية الدلفين يوم يا وقتها قسما بالله إن جسمي قشعر قلتوش تقول أنت دلفين يا الله انسجرت جلست أبكي أبكي بكى وأنا روح أركض وقتها للسجادة صدق ذي المرة ممكن ذي بعاد وأصلي الليل صدق أصلي قال بسم الله وش اللي جاك الموم أصلي أصلي وأدعي الله والله العظيم يا جماعة أكسم لكم بالله إن من هذه الليلة إلينا اليوم سفر بحضر بامريكا جنوب أفريقيا برد شتاء مطر حتى في المناسبات قسما بالله أني ما تركت قيام الليل يمينا بالله أني أقطع كنت المناسبات عشان بس أصلي الصلاة يعني ما أفوتها أصليها 11 ركعة وهذاك اليوم من هذاك اليوم صليت 11 ركعة اليومكم دا متخيلين الموقف أكسم بالله إنها بس دعوة واحدة ربي شكيت فيها الحال فهذاك البرد في عز الشتاء يوم قلت يا رب زوجني واحد يا رب إنه لو بس تزوجني واحد يشبه الدلفين شوفوا ربي شعطاني يا الله كل دا بدع وأقول في نفسي يا جل وعلا لو أنا كل يوم أصلي وش ربي بيجازيني أكسم بالله أني ما تركتها بعدها أخذتني أخته يعني شهر كامل وهم يعدلون فيني من لبس وشعار وكريمات سووا الاستقبال لا بعده ولا قبله والحمد لله زان حالي وصرت أنثى وفتح الله علي وجبت ولده وبنت كنت أدرسهم حتى بمدارس خاصة وأنا يعني من خلقني ربي سبحان الله أنا ذكية أنا سريعة التعلم وعندي إبداع وعندي ذوق لكن من كثر الإحباط اللي جاني من اللي مر علي من اللي مروا بحياتي صرت ذوق بكل شي بالأناقة الذرابة الإيتكيت يعني والله حتى بنات أخواتي تصدقون كلهم من ينخطبون أخذهم وأجهزهم وأحط والله بحساب كل وحدة فيهم مبلغ وقدرة أكسم لكم بالله وظفت كل عيال أخواني وأخواتي بشركات زوجي وصرت أنا اليد العليا على أسرتي وعلى أسرة زوجي ما صاروا يشاورون إلا أنا توفى أبوي من زمان رحمة الله عليه وصار العيد اللي ما تجي فيه موضي مو عيد والمناسبة اللي ما تجيها موضي ناكسة ما هي مناسبة فالحمد لله استرديت شخصيتي وصرت شخصية مكتفية مستقلة متوازنة اللي يعني يهمني بس من قصتي دي وأبا وصله لكم والله العظيم على قد ما يعني يجيكم وتعانون بحياتكم مو شرط قسوة ولا فقر أي بلاء أي بلاء توضعون فيه ويوضعكم الله فيه ما لكم إلا رب العالمين ما لكم إلا قيام الليل وشكوة الحال على الواحد الفرد الصمد اللي عنده خزائن السماوات والأرض لا ترتبون دعواتكم ادعوا بكل ما في جعبتكم ادعوا صدقوني والله العظيم تلقونها والله العظيم اللي يجيكم يوم تكون من فرج الله فيه وأكسم لكم بالله إنها بس دعوة وحدة دعيت فيها الله وشكيت الحال لرب العالمين وإحساني الأبوي وأمي وأخواني وأخواتي وصبري وكرمي وطيب أخلاقي يعني شوف الله سبحانه وتعالى وش اللي جازاني فيه يا رب لك الحمد اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت استودعكم بالله اشتركوا في القناة